اوعى تبدأ عمل في حياتك احنا النهاردة بنبدأ عمل جديد اوعى تبدأ عمل في حياتك من غير ما تتوكل على الله قاعدة في الحياة جوازة شغلانة شقة جديدة بيع وشرة علاقة عطسية علاقة شغل ما تبدأ حالة في حياتك لا ما تبدأ يوم إلا بتوكل على الله احفظها وكتبها عندك لغاية ما تبقى جزء من تكوين يومك وحياتك انا ببعملش حاجة لما توكل على الله والتوكل مش كلام بالبؤ كل الناس بتقول تاكنا على الله وهو مش داري هو بيقول ايه الوعي انت واعي انت بتقول ايه يا رب انا مضيت معاك عقد انا بز الجهدي وانت وكيلي وسندي تتولى امري ينهى ربي ادعى التوكل نتائج مضمونة 100% انت عارف انت متوكل على مين؟ رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلة انت ليه عايز تحل معادلة الدنيا لوحدك انت ليه عايز تخبط بدماغ تنطح في الدنيا روح للوكيل وكيله الحمد لله ان من اسماء الحسنة الوكيل فرق كبير انك تروح للقوي وتقول له ممكن تبقى وكيلي لكن الفرق الاجبر انه هو اللي يعرض عليك ويقول لك انا وكيلك بس انت توكلم بس شرتي في الوكالة انك تعمل اللي عليك التوكيل عقد زي عقد التوكيل اللي بتعمله في الشهر العقاري عقد بينك وبين الله بيتعمل بازاي العقد دوا بالقلب قبل اللسان القلب صاحي واعي كل المطلوب وعي وكلتك وكلتك النهاردة يا رب واللي ثاني ام آيل حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلك من تعرف انت بتتوكل على مين رب العرش العظيم اللي تكون دا ملكه ولله المشرق والمغرب ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله كل الحاجات اللي انت طالبها في الحياة عنده هو وإليه يرجع الأمر كله أيوة فاعبده وتوكل عليه أما عملية مريحة نفسيا يقول علماء علم النفس الإيجابي الإنسان كائن اعتمادي لا يستطيع أن يعيش في الحياة بدون سند كلنا بندور على السند الثانوي الفرعي وهو سند مطلوب بابا إيوه هتفتكرين داني السند مطلوب ماما أنكل فولهن زكائي شغلي بس كل ده سند بيربح كيف تترك السند الدائم ولا تتوكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت شوفي الآية يعني إيه أنت بتتوكل على الأموات توكل على الذي لا يموت عشان كده قال الحي عشان كده هنا جاي اسم الله الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت يا عمد ميت بيتموكل على أموات أنت عقلك ضعيف يعني ما يبقاش أمي سندي طبعا أمك سندك بس سند فرعي أما السند الدائم الباقي هو الله سبحانه وتعالى أنا اللي بكلمكو أنا مقدرش أبدأ يومي من غير ما أقول زي ما النبي علمنا كل يوم الصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مقدرش بعد صلاة الفجر ما أقولهاش حتى و أنا داخل على السرير نام بعد صلاة الفجر مقدرش يبقى عندي مشروع كبير في الدنيا مقدرش أبقى منتظر بيعة مقدرش أبقى منتظر شغلانة مقدرش أبقى منتظر رسالتي في الإحسان اللي أنا شغال فيها مقدرش أتحرك في الحياة من غير ما أقول له أنا معاك أنا متوكل عليه ومش باللسان فقط أنا مركز وأنا بقولها أنا واعي أنا بقول إيه أنا مش بقول كلام بقئي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته هو رب العرش العظيم وربنا يحب أنك تجدد التوكل علشان حتنساه أجدده إزاي يؤمن نبي يديك الوصفة ذكر من أذكار الصباح والمساء كل يوم سبع مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم كفاه الله أمره في ذلك اليوم كفاه الله همه وهمه في اللغة لها معنيين همك اللي مهموم به وهمك الحاجة اللي أنت مهتم بها يعني لو قلت ده موقنا بها سبع مرات بقى ربنا وكيلي طبعا بقى ربنا وكيلي طب ومعنى إن ربنا وكيلك أنت ضامن النتائج 100% وإن بدت النتائج غير ما تتمنى جارانتي مفيش في الدنيا جارانتي 100% إلا مع الوكيل طب أنت ليه بتقول الكلام ده النهار ده عشان مقبرش أبدأ معكم اللقاء ده قبل ما نتوكل على الله لأن هي دي خطوة البداية في أي عمل في الدنيا طب يبقى 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 حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا عليه توكلنا عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نعيش كثير ولو ما خرجتوش النهاردة بأي حاجة غير فكرة أنا مش ماشي في الدنيا من غير ما توكل على الله أهي دي أول بنى في بنائك الروحي أهي دي أول طوبة وأمسك طوبة وأقوى طوبة تحطها في بنائك الداخلي أنا معي الوكيل أنا ما عنديش مشكلة أنتوا عندكم مشكلة أنا ما عنديش مشكلة بس النتائج تبدو عكسية بيختبرك في توكلك هتمضي العقد ولا هتفسخ العقد توكل ما جابش نتيجة فسخ العقد أنت حر اخبط دماغك في الحر ده المعنى الأولاني حلو قوي أن جزء من وردك في اليوم يبقى معاك سبحة في الآخر بقى هنفتح الأسئلة خليكي فكرة سؤالك أنك تبقى ماسك سبحة كل يوم وتحط في وردك المشروعات اللي أنت عايز تخلصها في حياتك يا وكيل توكلت عنيك يا وكيل توكلت عنيك يا وكيل توكلت عنيك يا وكيل وكلتك أمري وإنت حطت في دماغك إيه الموضوع إيه الموضوع اللي أنت موكله فيه شغلي العريس اللي متقدملي الشراكة اللي حتديها البزنس الجديد السفرية اللي جاية لي الشغلانة الجديدة اللي أنا قدامها يا وكيل توكلت عنيك يا وكيل توكلت عنيك يا سلام وتحس أن السند ما لكيانك أنت في منطقة القوة عندك امتحان الأسبوع الجاي عندك امتحان الميت ترم يا وكيل توكلت عنيك يا وكيل توكلت عنيك داخل بتذاكر استعداد الامتحان طريقة حياة أنا أدعي أن أنا ما كنتش كتب وأن ده تطور حصل في حياتي تحسن فهمتوا معنى الأحسان تحسن في آخر أربع أو خمس سنين ما كانش قوي وقعدي يزيد 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 أدعي والله ما دمها نعمة إن أنا ما عرفش أتحرك في يومي مرتين ثلاثة على الألف اليوم إلا وأنا معي الوكيل منها الوحدة المضمونة اللي معلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح سبع مرات خلوها جزء لا يتجزأ من الحياة ده الجانب الأولاني